اشتركوا في القناة الدكتور هاني سوي لم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرية وادارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية للخوات المسلحة بشأن مشروع تشغيل المحطات الثابتة بانظمة الرصد المختلفة واوضح وزير الرأي ان توقيع هذا البروتوكول يأتي في اطار توجيه الدولة لتوحيد انظمة الاحداثيات المستخدمة بالدولة المصرية الى نظام احداثيات قياسي موحدة بحيث يتم استخدامه بواسطة جميع الهيئات الحكومية والشركات المساحية المدنية المصرح لهم بتنفيذ اعمال الرفع المساحية بما يحقق سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات القومية اعلن وزير التنمية المحلية اللواء هشام امنة ان مبادرة صوتك مسموع طلقت منذ انطلاقها عام 2018 وحتى الان 651.700 رسالة تضمنت هذه الرسائل مئة وصنى 10.800 شكوى تم حل اكثر من 110.000 شكوى منها بنسبة 97.5% وجاري حل 2765 شكوى مشيرا الى اهمية فتح وتنويع قلوات تلقي ورصد شكاوى واستغسات المواطنين بالصفة مستمرة والعمل على سرعة اتخاذ اللازم جاء ذلك خلال تلقيه تقريرا حول جهود مبادرة صوتك مسموع خلال شهر مايو 2023 وابرز الاستجابات والشكاوى ونسبة الرد عليها ووجه وزير التلمية المحلية كافة المحافظات بان تقوم فرق العمل المتصلة بالمبادرة بزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها اعلن وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاسم الجزار ان جهاز تلمية مدينة اكتوبر الجديدة بدأ في تسليم 205 قطع اراضي صناعية باجماري مساحات 414 فدانا بالمدينة ويستمر في التسليم حتى منتصف اغسطس المقبل وذلك في موعد محددة وفقا للمعلن من الجهاز واكد الدكتور عاسم الجزار حرص الوزارة واجهزتها المختلفة في تيسير على المستثمرين والمصنعين بالمدن الجديدة وذلك في اطار توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات خاصة الصناعية وخلق العديد من فرص العمل اكد وزير العمل حسن شحاتة ان مصر داعم قوي لكل قضايا التنمية في افريقيا وان امكانيات وزارة العمل المصرية في خدمة ابناء القارة السمراء لا سيما زاميا واشار الى استعداد الوزارة لاستقبال متدربين من زاميا او ارسال مدربين مصريين اليها لنقل خبرات الوزارة في ملفات التلمزة الصناعية والتعليم الفني والصناعية وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الحالية وايضا التشريعات الخاصة بملفات العمل يا ذلك خلال لقائه مع نظيرته من دولة زنبيا والوفد المرافق لها من ممثل اصحاب الاعمال والعمال وذلك بمقر البعثة المصرية بجينيفا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة